زوجها مات بسبب كورونا في آخر حياته لم يصلي هي قالت له لا تصلي بعد أن تشفى اقضيها هو بالنسبة له لا يثم إن شاء الله لماذا؟ لأنه ما عاد يستطيع أن يتحرك من مكانه إذا وصل إنسان إلى درجة الاستلقاء على الظهر إلى درجة الاستلقاء على الظهر لا يستطيع أن يصلي على جنبه أو لا يستطيع أن يحرك ربما بعض الناس لم يستطع أن يومئ برأسه إيماء هذا إن شاء الله تسقط عن الصلاة تسقط عنه الصلاة أنا أخذ بهذه المسألة بفتوى أبي حنيفة وأحد القولين عن إمام محمد بن حنبل قالوا لأنه في هذه الحالة لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود ولا يستطيع البديل عن الركوع والسجود وهو الإيماء يعني وصل إلى مرحلة صعبة فالرجل بلغ هذه المرحلة وإضافة إلى ذلك الطهارة صارت صعبة عليه لا يستطيع أن يتحرك عن الأكسجين لذلك يعني يقضي حاجته في مكانه وبالنسبة لزوجته يعني بسبب الاهتمام به والذهاب إن شاء الله من أهل الأعذار تصدق له تصدق له والله غفور الرحيم اشتركوا في القناة